السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله تانينا فيديو تانهر اليوم نلقاكم كاملة بصحة جيدة ومهنيين يا رب العالمين اليوم راح ندير معاكم كيش لذيذة جدا والعجينة بمكوينين سهلة بسيطة والمقادير متوفرة في كل البيت واش نقول لكم يا البنة البنة خرجت ما نحكي لكمش جربوها مراحينش تندمو تبعوه هنا معايا المقادير بسم الله عندي زوج كيسين فارينا الكاسير في 22 ميلي لتر ونصف كاس من نفس الكاس مارغارين ذايبة والزيت والملاحة اللي حسب كمية يعني نصف ملاقة قهوة ملح هنا راح نجمع العجينة نبسسها يعني بيدية نخلط ملاحة مارغارين والزيت نبسسها حتى تخرج لها مقرمشة عندي نصف كاس نبدأ نجمع به العجينة نلم برك يا البنة تلموا برك العجينة تاكم ما تعجنوش لازم تخرج العجينة رطبة مليح وتخلوها يعني تريح ديروها كف كيس بلاستيكي نروحوا هنا نوجدو الحشوة بسم الله عندي ملاقة اكل زيت زيتون ولي عندكم زيت نباتية يعني ديرو زيت نباتية 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 قبل ما نستعمل نمارينه ونخبئه في الكنجيلاتور ونستخدمه يعني الكمية لا تتحكموا بها اذا احبتوا لكي اشتاكم تخرج معمرة بالحشو ضعفوا الكمية اذا احبتواها تخرج كما انا ليس معمرة مليح بس كولادي لم يحبوها يشبهوها شوية للبيتزا ودرت بصلة كبيرة شوية قطعتها مكعابة ودرت راس الحانوت ثوم بودرة الملح والكاري والكركم وشوية فلفل احمر يعني الفلفل العكري فابريكا وقطعت هنا حبتين طماطم وكعابات بعد ما تقلع لي تخيبيان البصل والجاج وثانيك اغلقت عليهم اللي ما ننظيف شية البنتا لما تشوفوا طريقة تعديمة نقولكم نقصوا مليح على نار ضعيفة نقصوا وغطوا للمقلة واللقدرة تعكم راح تطيب يعني كل حاجة بلا فابير وطيب صحية وفيها الماء وبنينا باش ما تضيفوش الماء العاجين التاعي هنا حليتها يعني ما تخبنكم سهلة جدا بلا فارينا بلا والو ومدهنش الملتاعي راح يعدي مولا لي فاصي المون ذوك راح نسجمها بيديا نسجم الأطراف وخرجت سوس ومع هذا السنوة التاعي الملتاعي خرجت ما كاش زيادة ما كاش خرجت هايلا وما هي عريضة ما هي رقيقة بالبزف نطق بها دورك بالفرشيتا وانا الفوغ تاعي شعلته في هاد المرحلة بديت شعلت الفوغ تاعي شوفوا الحشو التاعي الله يبارك ما شاء الله خرج بنين وخرج ما فيهش الماء يعني خليت لاصص تشربت كامل وما ضفتش كامل الماء يعني الحشو تقدروا تضيفو اللي بغيتو زيتون الأخضر انا ما نكذبش عليكم ندير غير المتوفر عندي في البيت والله ما نكلف لا نفسي ولا الزوج التاعي فوق طاقته ولا حواج ما يقدر لهم شو الله فعلاج القانة التاعي عندي بيضتين وثلاثة فورماج شوية ملح شوية كوركم شوية راس الحانود اللي زي بيس تقدروا تديره يعني حتى الفلفل الأسود تقدروا تديره انا قلت لكم ديجا ونزيد نعاود الفلفل الأسود مستغني عليه من سنوات جامل نستعمل في الكوزينة التاعي الفلفل الأبيض ساعات وعندي نصف كاس حليب حليب ماهو بارد ماهو دافي بدرجة حرارة المطبخ نخلط الكل ونزيد تونة هنا تونة حبيته تعطومات ولي حبيته ألويل اللي بغيتو قلت لكم المقادير تقدروا تديره بزافة أنا قدرت غير واحدة تعتونة تقدروا تديره حتى ثلاثة وضوك نصب الحليب والبيض فوق لاكيش تعي ونضيف شوية معدنوس وقصبر هذا واش قاعدني من معدنوس وقصبر يعني لو كان عندي كثرة وكان زيت ضاعفت الكمية ونزيد شوية من الفوق فخماش غابي فخماش شيدر ضوك ندخلها للفوق ننقص للفور نخليها تطيب غير بالعقل ونحمرها تخيبية من الفوق يعني كي تطيب لي تخيبية من تحت نضيف الفخماش غابي من الفوق ونزيد نشعلها من الفوق ونوريها لكم كيفاش خرجت يعني الفخماش غابي نضيفه بعد ما تطيب كامل متحت ما نخرجها شنا حل الفوق التاعي ونضيف الفخماش غابي اللي قاعد لي لبط يالبنت هاي لتهبل انا ولادي لو كان صابو لو كان كلو لبط وحدها خرجت كيما صاب لي وتتفتت وشفتو ما تعبتني معياتني وسهلة جدا مكونات يعني اكثر من بسيطة شوفوا كيفاش خرجوا لي الحاوض تاعها والله هنا حرقت لي الدية ذو كنقطع معاكم قطعة وتشوفوها والله ما تشبعوا منها غير ديروها سهلة وبسيطة حتى الشكل التاعها يعني بورك انا الحاشو ما ضاعفتش بزاف الحاشو خرجت موايان هكك في الحاشو يعني شوفوا لبط الله يبار كيفاش تتفتت ان شاء الله خرج تروع انتو ما ضاعفوا يعني الكمية تاع الحاشو ضاعفوا لبس ضاعفوا الحملة بغيتو تقدروا تديروها ب بلا فيونداشي اللحم المرحي شوفوا الله يبارك العجينات تتفتتو يعني تذوب في اليدين قبل ما تذوب في الفم كانت سخونة بزاف حبيت يعني كانت الله يبارك العيلة التاعية يعني مستنينها على احر من الجمر كتافيت بورك نقطع لكم هذا القطعة جربوا هاي البنت ودعيوني وما تنسونيش باللايكات والاشتراك